ورأى كيف تنتهك حقوق الإنسان المغربي يربط الإنسان المغربي يربط ويضرب ويجلن بدعوة أنه إنما يكون هناك من أجل الحصول على دواء على تطبيب أي نوعين التطبيب؟ لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاولة من المقاولات يجتمع فيها كثير من الناس من أصحاب المصالح ضاربة للجذور في مجموعة من المؤسسات تحمي هذا الفساد فساد يستفيد منه كثير من من يقتاتون على آلام الناس فساد يقتاتون على محاربة عقيدة الإسلام الشعوذة الموجودة هناك والعقائد المنحارفة الموجودة هناك كيف يمكن لدولة دستورها الإسلام تنظر إلى أبنائها يقومون بأعمال تخرج من الملة ويسكت عليها كنا ننتظر من المتنورين من الذين كانوا يحاربون الخرافة والشعوذة أن ينتفضوا أن يقفوا مع الوردي الوردي بالمناسبة حزب تقدم الاشتراكية كنا نظن أنهم سيقفون معه للمحاربة التخلف للدفاع عن حقوق الإنسان المغربي الذي طالما زعم الكثير منهم أنهم يرفعون شعار الدفاع عن حقوق المغربي فكيف يستقيم وهم لا يقفون معه ولزموا الصمت فلزموا الصمت لوحده يدينهم فكيف إذا وقفوا يعارضون ما يفعل الوردي في البرلمان أعوذ بالله فانضر بعض السياسيين وبعض أعضاء البرلمان المنتمين لبعض الأحزاب التقدمية يا حصرتاه التي كنا نعتقد أنها تحارب الخرافة وإذا بها تعترض على ما فعل الوردي لماذا؟ ما حجتكم؟ قالوا عمل سياسي الله أكبر دلوا لنا السياسة وحاربوا لنا الخرافة نحن أول من يقف مع من يحارب الخرافة ويرد الأمة إلى دينها شعب يحب عقيدته تركوهم عياذاً يعبدون العجل ويعتقدون أن في هذا الولي المدفون تحت الأرض له كرامات يحيي ويميت ويشفي يكفي عياذاً بالله خطراً على عقائد المغاربة أن يوجد هذا الفكر وقام أحد المنتمين لحزب مشارك في الحكومة ليحارب هذا النوع من الخرافة والاستقلال البشع للإنسان وحضروا كرامة الإنسان وفي هذه الأحزاب المتنورة يا حصر تاماً يقول لا إن المسألة سياسية لو افترضنا جدلاً أننا الآن نسيركم في هذه الحجة ونمشي معكم بعيداً ونقول إذن كل عمل ينتفع به المغاربة إذا قام به حزب معارض لكم دمغتموه بالسياسة إصلاحوا صندوق التقاعد سياسة إصلاحوا صندوق المقاصة سياسة صندوق التماسك الاجتماعي سياسة صندوق التي تستفيد منه الأرامل سياسة الرفع من منحة الطالب سياسة أراميد سياسة وبما أن هذه السياسة نحن ضد هذا معناه ستعطلون كل حركة في اتجاه نفع المغاربة لعندكم تربطون ذلك بالسياسة أي معارضة بئيسة هذه لا توجد عياذاً بالله إلا في المغرب معارضة من أجل المعارضة معارضة تدعو إلى الشفقة ليست لها مشروعة إن الدول المتقدمة من جملة ما يدعم برنامجها الإصلاحي وجود معارضة تتفتق عبقرية بنائها ببرامج تنافس برامج الحكومة هذه مبنية على الفراغ وهذه المعارضة التي كانت تحكم من قبل وأدت بالمغرب إلى هذه المستويات من التخلف في التعليم حيث أصبحنا نحتل الرتب الأخير في العالم وكم جلس مناظرهم على كرسي وزارة التعليم ذروا إلى الحالة البئيسة التي وصل إليها التعليم هذا هو أبو يا عمر كان علينا أن نقول جزاك الله خيرا يا وزير الصحة فلقد فعلت واستطعت أن تقوم بما لم يستطع يقوم به أحد ونحن نحسن عونك لأننا نعرف أنك إنما تقوم بعمل لك مليون معارض في كل المؤسسة في مؤسسة الدولة معارضين في عائلات هؤلاء المرضى معارضين فيه معارضين الله يحسن عونك ثانيا أننا إن شاء الله تعالى كنا نتمنى أن نقول لنحن معك ونريد إن شاء الله أن تكون هذه اللبنة الأولى في سلسلة إصلاح سيستمر ما شغل به يا عمر الكامل سيدي ميمون سيدي كثاب هذه اللي كتسمع لنا منين يجيبوا لهم ثم ما يجيبوا لهم الولد منين يجيبوا الولد يجيبوا الولد يجيبوا الولد كي يزيد يديوه عند المقدم ما عندهم حالة كي يقول لهم يغلوزوا الشعارات ولا كي يطلب مثل خمسمائة ألف رميات ألف رميات ألف رميات ألف رميات ألف رميات ألف في إصلاح هذا المرض الذي لم يلتفت إليه أحد لا إسلاميين ولا سياسيين ولا ولو ديني عند فلا سيدي فلان ادي الجاجة كحلى ادي العتروس كحلى ادي كذا روح عند سيدي فلان روح دير سيدي فلان ماتا يظل المغرب على هذا الحالة وماتا يظل المرضى والعياذ وبالله يمشي وتم ما يوقع ويناسي وتم ما ويبيعوا الطراب والدولة ما لأسف في عهد هذا الوزير تعالى وقاف مما يشجع لهذا النوع من حرافات الاعتقاد والدين خطر إذن هذا إن شاء الله عمل جليل ينبغي أن نكون منصفين ونذكر الخير لأهله جزاه الله خيرا وعانه الله على تتمة ومستمرار في هذا العمل والشعب المغربي مع هذا الجهد ويباركه وينتظر إن شاء الله أيضا أن يستمر واتسع ليشمل بويات عمر في المغرب موجودين في كل السهول والجبال والوديان بويات عمر وكاللي فيها كثر وشر ما كان يبوي عمر ولكن تايب الدين اللي وكان جيدي وخلق الرأس الله يقول لك تهدد الأمن الروح الصح من هنا تجي عليه وزير الصحة الله جزيب من المنطلق نتع الصحة دي المغادرة الصحة النفسية والصحة العقدية والصحة الفكرية والصحة وصلا الله على حبيبنا ما ترجمة نانسي قنقر